تحياتي تبنى المغرب تنمية القدرات النووية وحققت خطوات كبيرة في هذا المجال حيث طلع بالجماعات دور في تحديد برنامج لإعداد الأجيال اللازمة بالتعاون مع العديد من الهيئات والجماعات الدولية وأنشأت المغرب مفاعل ناول الأبحاث بقدرة 2 ميجاوات فأصبحت إحدى الدول التي تمتلك مفاعلات نووية للأبحاث بالمنطقة مثل مصر والعراق والليبيا والجزائر وسوريا والأردن والسعودية وكما نرى أن روسيا والأرجنتين والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا كانوا وراء بناء هذه المفاعلات العربية اهتمام المنطقة العربية بالمفاعلات النووية للأبحاث يرجع للستنات لدعم التدريب والبحوث ولكن أيضا لإنتاج النظار المشاعة التي قد يحتاج لها الكسيرين في الطب والصناعة ويمكن أن تكون مصدرا للدخل المالي للدول بتصدرها مثل هذه الأشياء كما نجحت كنوب أفريقيا وأصبحت أحد الدول الرئاسية بالعالم في هذا المجال وبالرغم من إنشاء عشرة مفاعلات نووية بالمنطقة إلا للأسف فإن العائد العلمي والاقتصادي أو حتى التعليمي منها كان محدودا بالنسبة للمغرب فقد اختارت مفاعل بحسي من نوع طريقة الأمريكية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الزرية فأحسنت الاختيار وبدأت الطريق العملي في عام 1983 لتحقيق ذلك عندما وقعت اتفاقية مع أمريكا والوكالة الدولية الزرية لبناء هذا المفاعل وضمان إمداده بالوقود اللازم من خلال اتفاقية بهذا الشأن وبدأ بالعمل سنة 2004 وتم التجربة المفاعل في مايو 2007 ولكنه انتظم بالعمل منذ عام 2009 المفاعل كما نرى له أربع قنوات أو أنابيب أفقية لإجراء التجارة باستخدام النيترونات المنطلقة من قلب المفاعل على وطبعا إلى العديد من التجهيزات والقنوات التي يتم الوصول لها رأسيا المهم أن نوعية هذه المفاعل جيدة وإيار موفق فقد تم بناء 66 مفاعل من هذه النوعية في 24 دولة منذ بداية الخمس سنات وحتى الآن ويوجد منهم 33 دولة و33 مفاعل يعمل أنا شخصيا عملت في أحد هذه المفاعلات بجمعة التكنولوجيا بفيينة منذ 1980 وكنت مسؤولا عن وحدة التحليل الكيميائي باستخدام النيترونات الموجودة في هذا المفاعل وقد طورت العديد من الأجهزة والبرامج لتحقيق هذا الغرض وتم الاستعانة بهذه الأجهزة في العديد من الدول على أي حال ميزة هذه النوعية من المفاعلات المنتشرة حول العالم أنها أصبح لها المؤتمرات الخاصة بها واللقاءات ودبادل الزيارات وكل ذلك يزيد من الخبرات في هذا المكان المغرب اهتمت أيضا منذ الثمانينيات باستخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وقامت بالعديد من الدراسات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الزرية ودول أخرى كثيرة على الأساطة بغن فرنسا والغرض إنشاء مفاعلين كل منهما حوالي ألف ميجا واط واختارت المكان لذلك اختيار المكان يستلزم دراسات وهذه الدراسات معقدة وتستهلك وقت ومجهود وعادة مع شركات وهيئات دولية ويتكلف أموالا ضخمة لأن ذلك يتم في إطار كامل لدراسة المشروع وأهميته والإمكانيات المتوفرة له وطبقا لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الزرية ويوجد 19 نقطة يجب دراستها واعتبرها لبناء مفاعل نووي للكهرباء تبدأ من تحديد حدف بناء المفاعلات في إطار خطة هذه الدولة لتنمية القدرات لتوليد الكهرباء ولكن أيضا تحديد دراسة تمويل هذه المفاعلات مين حيدفع الفلوس دي ده؟ والتي تكلف البلايين من الدولارات ومقدار مساهمة البنوك وفوائدها لأن كل ذلك يؤثر على اقتصاديات هذا المشروع اقتصاديات المفاعلات النووية مهمة جدا وخاصة أسعار بيع الكهرباء للمستهلك ونحن نعلم أن في الدول النامية يدعم سعر الكهرباء النقطة المهمة أيضا دراسة شبكة الكهرباء فهل هي تتحمل مثل هذه المفاعلات أم يتطلب الأمر تحسنها وتكاليف ذلك بالإضافة إلى دراسة الإمكانيات البشرية المتاحة والمطلوبة لتشغيل هذه المفاعلات وخطة تأهيل هذه الكفاءات على مدار فطرة إعداد المشروع وبناء المفاعلات وهذا يحتاج إلى مجهود وأموال ضخمة ثم من المهمة جدا في مثل هذه المشاريع دور القيادات على مدار هذه الفطرة والأهم مدى تقبل الجماهير ووعيهم وموافقتهم لبناء مفاعلات نووية وإعداد البرامنج لقياس الرأي والعمل على دعم استخدام المفاعلات النووية إذا قررت الدولة ذلك على وطبعا إلى موضوعات أخرى كثيرة أهمها التأثير البيه التعامل مع الفضلات النووية اختيار الموقع المناسب بدقة بناء على عوامل محددة دوليا وفطرة الإعداد والبناء قد تمتد من 10 إلى 15 عاما ولكن المشروع المغربي لم يرى النور حتى الآن مفهوم لإهتمام المغرب بالطاقة المتجددة في الأساس في هذه المرحلة ربما خلال السنوات القليلة القادمة تأخذ المغرب قرارها النهائي في هذا الموضوع تحياتي وتقديري ترجمة نانسي قنقر